إيه المنظر الحقير اللي أنا شايفه لها بقى شوكت كلهم يتعامل فيه كده الفيلا بتاعتي تقلب حديقة الفستط والنبي عم شوكت ما تقزيش أمي لو عايز تقزي عم شرور يقزيه لكن أمي بلدش والنبي وما أنت مش خايف منه إزاي كده كده هيعتمد وهتساكل بيه فبقطب فيلاك كتير كده كده هتتقلو والنبي ما تقزناش كله ما تقزناش عم شوكت انت الرقم دلوقت والله يا عم شوكت وهنزبط لك الدنيا كلها تزبطول الدنيا؟ لأوليكو عمر لكان يوم أغبر يوم ما اخترت أغبة اتنين في تقلق الله لأنا أحسس إن انتو هتشلوني بجد بعد الشر عليك يا سيد المعلمين بعد الشر إحنا هنطرقهم دلوقت هنوزعهم بتقلقش الجو حلو والجنينة حلوة القعدة دي الصراحة عايزة شاي وزن دوت شاي فين المطبخ؟ المطبخ أمي عزارة فين المطبخ جوه يا تنت جوه؟ أنا حدور عليه هعمل لكو سندوت شاي تاكلوا صوابعكم وراه والله حلو الشغلانة دي عيال ربنا سببكو فيها يا عم فالله ولا فالك وبعدين ما يصحش اللي انت نفسه ده أمي في البيت على فكرة عم شرور أختي أمي يا خالو من الأحسن انت ما تعرفش الشغلانة دي ايه لا عزة أعرف قول يا عم شرور خليك على عماك أحسن بقولك هديار ايه عم شوكت مش هنا ما تيجي نخلع عم عم شوكت فين؟ أمي مبسوط؟ باوي ايه مش هابا عشان ما تاكننش؟ معقولة لا 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 مش معقولة مامو لا انت كويسة ركز معي كده يا ابني وما اسألك رد علي حاضر هو انت متأكد ان رامل ده عيان؟ اه طبعا عيان وما ليه يعني؟ الحمد الله يبقى ما يقصدش ما يقصدش ايه؟ خلاص يا ابني ليس ده على المريض حرج لا ده عليه حرج هو ايه اللي حصل يما؟ القهوة فارت يما؟ القهوة فارت؟ انت يا جدع انت انت اعمال يا اهتب انت عملت ايه؟ شش شش اتاكننش مزاج العالي مال يا جاكل عالي كمان يا اخوي اللي انت عملت بامي انتا أنا أحسيبك بس عشان خاطر أمك إحنا ناس أشراف عشان كاتباتة قول لي أنت عايز من إيه بالزبط للوقت خلينا أخلص من البيت دوت هتعرف كل حاجة فينا بص في إيه بص وعمش أبوك عمرة مقبولة يا أمين بي أمين أنا متولي متولي أه متولي خلينا في المهم في رجل بره أحد لمس كلسونه معه واحدة إنما إيه محلّبية أمي أمك المحلّبية لا أنها ليست أنه وأمي في إيه بقى بيحصل في الميت دوت بقى سأل أمك حاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها جايين انه هزر ايه جايين انه هزر يا بتولي لا 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 إيه اللي أخيركوا كده يا أخبية المحور كان فيه حرق خلاص فين بأيت الرجالة يلا ما عايزك التلممه الأوباش الني برا دول كله ها وأولهم أمه حليا يلا دائمي يا لهوي ينهارسودي ينهارسودي يلهوي 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 ينهارسودي مطلعش عنده صهايبر يلهوي ما انت لو تريحيني بتقوليلي عمل ايه؟ يفضحتي يفضحتي يلهوي 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 يفضحتي انا مش عارف ايه اللي بسعالك من ايه هساعات تربيه اذا كان عشوها اللي انا عادت فيه معنا مرجحة هدفع التين جنيه ونخلص اولا انت مش اسكندران يا خالو عشان تقول جنيه عشان يعرف ان احنا مخربشين مخربشين انت شفت البسين فاكر نفسك في اسكندرية وبعدين انت لما تتكلم اسكندراني مش هيخافوا من ده كده ممكن يحبوه يا مو حاولا انت بتخلصوا خالص خالص بس بتقول لي تخد الاتنين دول هيفضلوا راهينة عندنا لغاية معملية السر ايه يا بتقول لي بتبصلي كده ليه اني اتنين هم اربعة اصلا بص اني اتنين هم اربعة مو صح والغباية اشتغلت الحلوى دي مو الأم ده و الوحش ده كده حتاخدهم الاتنين يبقى راهينا عندنا لغاية معملية السرقة اللي هيقوم بيها الاتنين التانين همتولي اللي هم الاتنين اللي بقين اه 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 مش كنه اه 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 اي واصدة لا اخسعليك يا شوكت لا انا ابني ابني بقarryسترقش اولا ولا يمد ايده على حاجة غيره يا تنة ابني اللي مد دي ايده سبيني ساكد يا امه سبيني ساكد يا عمي ما تشوف لك اتنين غير نبيعملواوا اني minute ينطيعوا سدها عندك حق اه يبقى نقتلكو اخرص يا عم شوكت انت مش محتاج تطلع مسدس ورجالة ورهاين انت شوف انت عايز ايه واحنا نقوم نبوس ايدك ونعمله ماشي العملية اللي هتعملوها دي نقدر نقول عليها سطوق مسلح ونقدر برضو نقول عليها سرقة بالإكره اغسى عليك يا شوكت لا انا ابني ما ياخدش حاجة غزب عن صاحبها ابدا فتسكوتي بقى يا اما فيه قعد اتكلم وفشت الرجالة ما خلاش بقى خد الولية دي من وصادي حق وماها ده مانا قاعد ساكت واسعت البيه وبعدين كنت عايزة اسمع بقيد الخط سماعك الرعد في ودانك خد وما بتولي بس بالراحة عليها وكمان بتغير عليها عم سرور عم سرور ان ما بخير بالك من امي في عناية بس بحدش بقى قرب من بضرور ما اللي ديام معلش يا جماعة لو متأسف كنت جوا المكتب باعمل حاجة دقيقة دقيقة واحدة بس وها بقى تحبب خد راحت تااااا بخوا لو واحد من نجالتنا هيقولوكوا كلمة السر اللي معناها ان الدنيا أمان ما عارش كلمة السر طب استع對對 slate � سماع تانى كد… تااااا بخوا لو واحد من نجالتنا هيقوللكوا كلمة السر اللي معناها ان الدنيا أمان ما علش برضو وبعدين نرتاجل بقى بس هي سلام عليكم ممكن هي دى كلمة السر سلام عليكم لو قل سلامة عليك، اي حد بتبيه سلامة عليك ممكن فكرت طباтьين جنيه مش خمسينات؟ اكيد مش كريمة تستير واحد دخلي فك mitigation مش خمسينات مش خمسينات ايوة مش خمسينات يا سيدي ما انا اسمعت بزق عليكم مش خمسينات مش خمسينات مش انتم سمعين مش خمسينات يا عم خد امسك فقر معاي انا معاي يا عم اهو ما تخلص انت هو هو مش خمسينات ما هادول ميات ميات ايه الغباع بتاعكو ده؟ احنا الاغباية ده انتو الى راجل غابي ده خلت فك الفلوس من محل جواقير جي امو الله محلات الكشرة بتعمل ايه؟ معلش معلش انا متعود على كده طول النهار انا تحت امركم احنا مش عاوزينك تزعل منكم هزعل منكم ليه لا سمح الله تحت امركم الظروف يا بيت احنا اولاد ناس على فكرة خالي وامي بس بس عرفت خالي وامي وامي وخالي وعمتي وخالتي والدنيا عرفتي عرفتي اتفضل امسك امسك شاينين يا بيت امسك ربنا عينكم والله يا شباب غلابة انت بتعمل خير ليه؟ بتصح دميرنا ليه حضرتك ما امش فلاش استغفال عظيم يا رب واجه رب كام يا بيت؟ جرام الدهب الواحد وعشرين؟ العشرين مفيش عشرين الواحد عشرين بستمائة وخمسين ولا التلاتين مفيش تلاتين طب ارفع ايدك بقى فوق معلش مع ايدك دي ما شوفهاش تحت مع ايدة؟ حاضر سنينك انت بتعمل ايه؟ حاضر تتخذنا بسرعة اي غادر منك؟ انا بقولك لا دي كده وصح المصدس بايز ولا ايه؟ ما عرفش بقى ما تطلع المصدس التالي معاه؟ اهو يا بيه افع ايدك اللي هنقولهولك تنفرزه بالحرف الواحد حاضر بس ممكن ان انا نزل ايدي نزل يا عام نزل الرجل دي تايب اول وأول ما تخرجوا من المحل تشوفوكم واصلة تكون ابادة ترجعكم فيلا تانية احنا مستوائين عند اهليكم يباشا اكسم بالله لاقول على كل حاجة لا ما الناس زنب في اي حاجة يا باشا الرجل ده هو اللي كهرنا يباشا الحمد الله انا اللي إليتهم ساعدتك يا باشا ما تصدقهمش معليك انا انه اهرتكو يباشا دول شوية ايه النصابين نصبوا علي او خادوا الفلوس بتاعتي وهربوا بيها معليك كفاية أنا آسف يا باشا أنا صاحب حقق وصوت الحقق عالي ساعدتك خدوا الفلوس عملوا بها إيه؟ اتمرمقوا في الخيرات اشتروا الفلات، شربات، بانطلونات، أمصناط أقفض عليهم بساعدتك يا باشا أرجوك بص إليهم بأسكت خالص طب ونظر إليهم بعين الشرطة وليست العين المجردة ساعدتك شفت طلع بدون أمسك لسانك عشان موضوع كده ملوش دعا بكلهم يا باشا الوصولات دي ما عادها يوم واحد في الشهر يا باشا ساعدتك وشرات الأبانة لازم تدفع ويدفع يا الحبس ساعدتك أو الحبس والدفع أنا دارس قانون وأري علم نفس ساعدتك ماشي مش عادل على ساعدتك اللي تشوف سيب ويكمل كمل يا باشا النهاردة يوم واحد في الشهر وليست فيضل فيه ساعتين ادي ساعتك مهلس ساعتين دول هرجعنا فيها الفلوس ما تصدقوش ساعدتك يا باشا هو بيماطل لكاس بالوقت ومش بس كده ساعتك فيه معاه واحد اسمه شرور وممكن ما يطلعش شرور ساعتك يطلع العقل المدبرة اللي كل اللي احنا فيه أو الراس الكبير يا ساعتك وقبض عليهم المتنبسة صدعتني ساعت الباشا أنا عايز ساعتك في حاجة تانية خالص مصيبة كبيرة يا باشا خير أقولك أنا ساعتك ولا شش سيبو يكمل ايه دا آه بص لا لا زي ما اتفقنا هخلص عليهم واسبعك على المطار سلام آه هخلص معاهم واسلمهم الحاجة وأخد الشنطة وجيلك المطار سلام معقولة كل دا؟ والله ساعتك زي ما بيقوللي حضرتك كده يا أولاد اللزينة دول عصابة كبيرة ساعتك يا قوت وزمرد ومرجان زي ما انت شاك أنا عايز حاكم عليك الله ما تهدى بقى عم عبدون زاقوتي ايه ومرجان ايه؟ الله الله يخرب بيت وصلات الأمانة والقست اللي انت قارفنا بيه؟ يعني انتوا ما ساعتوش الجوهرة والدهب دا؟ يا باشا الجوهرة دي ازاز والدهب ده بسيني واحنا متفين مع الجوهير جعل كل حاجة أطراف رسمي ساعتك يعني قضية جوه قضية مالكفاية مش مهم دلوقتي المهم دلوقتي المهم دل حوامك وخاله ومعدين مشوف وضعها الحاجة دي طب لا مابل ساعتك بالنسبة للوساط مش موقتك خالص طب يولا قبيك يولا الفضل فضل يا بيه فضل شكل نهايتنا خلاص قربت يا ابني مش عارف اسمع كومك عاملة داوشة وانا اضمن من انتوا مش بتلعبوا بينا طب بقولك يا اخويا ممكن تقوله بس حلة الباميا يدخلها بالتلاجة انا تحمد بامية ايه انتوا الصغرين انا ليه في الاعداحة بامية ايه بامية دا اللي تحمد انت هتحماضي عصلا دلوقتي انا خايفة قوي على الباميا ششش حلو يبقى الجيلة في المكان اللي انا فيه عندي ثالت عمود ثالت عمود ايه كده هيطوع اه صح ااسف اطنت بص يا معلوم هبعات لك لوكيشن اه يلو السلام بامية البامية شايف اقوله ايه انا خايفة ع بامية قوي ببس بقى اله يكون هويا حمدانا ويموت ايه رأيك خلاص خلاص اه اه انا هقول الحقيقة يا ساعة البي وهترف اه انا قد متفق معهم وهم متفقين معايا بنعمل مقالب في بعض زي الكاميرا الخفية دينا عقلك والعجاب بتاعت رمضان ونقول نزيع ولا منزعش بس أنا لأ ابتهمهم بأي اتهام لأ ساعدتك أنا باتهمهم معليك أنا مليش في موضوع الكاميرا الخفية والمقالب اللي الأستاذ بيحب يعملها دي أنا ساعدتك الناس دي خدت مني حاجة ومضت على وصل لازم أخد الفلوس والوصل معايا هو يا ريا يا عم عبدون ما أنت برضو اللي غلطان ما خالي كان موجود ما عفاشتش فيه أول إيه ما هو لو ما أرساعدتك خلوم يعني أغم عليه وبعدين اترمى في الأرض اتنقل على المستشفى وخلو دا إيه دا حيالة مثلا ضامن للوصل إنما هم اللي اتنين اللي موقعين على ورسلات جري يا عم عبدون يعني واحنا هنجيب لك المبلغ دا كله منين ما انت شايف الظروف اللي احنا فيها لأ أنا كده مضطر أخد إجراء قانوني آآ ساعة الباشا لو سمحت المبلغ اللي في وصل الأمانة كام عشر تلاف جنيه شفت بقى المعجزة أنا معي عشر تلاف جنيه هدفع أهلهم شفت يا باشا عشان دول أمانة ولاد الأمانة لا 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 بعد إذن حضرتك مش إحنا اللي نقبل كده لأ ما ناخدش جباية من حد لأ ساعتك أنا بقبل دا وبحب الجباية من أي حد أنا مش فاهم أنت بتتنك عليه عايز يدفع ما تقول يدفع يا أخي طب ما تدينا إحنا الفلوس دي يا با الدهان معنا ليه بقى لأن إحنا الشهر الجاي هنتحبس فهنتحبس وإحنا معنا فلوس أحسن ما نتحبس وإحنا معناش لا 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 أنتوا تدبروا نفسكم الشهر اللي جاي بالفلوس إنما العشر تلاف جنيه دي أنا لازم أدفعها طب ما نفعش حضرتك كل أول شهر تجديني مكافأة زي دي يعني تيجت لأينا قوم ما نتقوم فإحنا عشر تلاف اشتركوا في القناة